اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الاهلي نتكلم بقى اكتر على المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا عن النادي الاهلي والاستعداد بالنسبة لمباراة غزل المحلة اول حاجة معايا من صفحة الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر نشروا ان محمد شريف هيقود هجوم النادي الاهلي امام غزل المحلة محمد شريف عامل مستوى متميز في مباراة المقصة وادى بشكل رائع جدا تحرقاته مساحات اللي بيلعب فيها لعب محوري ويقدر بيتسو مسماني يعتمد عليه خلال المرحلة اللي جاية مع قهربة مع طاهر محمد طاهر مع افشة مع عدد من اللعيب هيبع عندك محاول هجومية ممتازة وبالمناسبة الف مليون سلامة على ناصر رماهر ان شاء الله يعود سريع لانه احد الدعام الاساسية واحد ابناء النادي الاهلي والف مليون سلامة ايضا على جونيور اجا ييه طيب كمان معنا من حساب سبورت تلتمية وستين مصرية بيتكلموا بقى على نجوم خلف التوقعات وتقلقوا مع بيتسو مسماني ابرزهم طبعا محمد مجدي افشة تبتكلموا بفكرة تحليل الفني افشة من اللعيبة اللي اتطور ادائها بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي وحاليا هو افضل لعيب بيجيد رقم عشرة في مصر بفضل تحرقاته الزكية وتمريراته الرائعة ايضا كمان بنتكلم على قهربة والحلول الهجومية مع النادي الاهلي وقهربة ايضا كمان الفترة الاخيرة بيثبت وضعه ومكانه في التشكيلة الاساسية بحماسه وبروحه وايضا كمان مع اداءه الفني والجزء التاني او جزء التالت متعلق بالناحية الدفاعية اداء ايمن اشرف في قط الدفاع والتأثير القوي لوجوده في دفاع النادي الاهلي ايا كان من اللي بلعب بجواره سواء سعد سمير رامي ربيعة بدر بنون ياسر ابراهيم ايمن مستوى سابت وبيقدي الوجبات الدفاعية منه بشكل كويس طيب نروح لحساب بطولات على تويتر نشروا ان اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاستقدام حكام اجانب لمباراة الاهلي والزمالك هذه المباراة ان شاء الله هتكون موعدها يوم 28 ديسمبر طبعا في نهاية هذا الشهر وحاليا اتحاد الكرة ولجنة الحكام بتخاطب عدد من الاتحادات خاصة في امريكا الجنوبية والشمالية لادارة المباراة القادمة وتحديدا المباراة القمة بين الزمالك والاهلي واللي جاليما بالنسبة كبيرة هتلعب وستقام على استاد برج العرب ده بشكل عام المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا بالنسبة لتريند الاهلي اهرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند